السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من دورة انشاء تطبيق سطح مكتب باستخدام لغة بيضر. في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوم بشرح مفهوم التشفير. التشفير باختصار شديد. هو تشفير معلومة للتصبح غير مفهومة وغير قابلة للقراءة. الا بواسطة المفتاح الذي تم التشفير به. اي مثلا عندي نص يمكن قراءته مثلا. this is a paragraph. عندما اقوم بتشفيره يصبح بهذا الشكل. اي يصبح نص غير قابل للقراءة وغير مفهوم. اه في التشفير لدينا نوعان. الكلاسيكي. كلاسيكول. كلاسيكول. كلاسيكول انكريبشن. ولدينا النوع الثاني. مودرن انكريبشن. اي التشفير الحديث والتشفير الكلاسيكي. التشفير الكلاسيكي يعتمد على تقنيتين. التقنية الاولى انه يقوم بتبديل مكان الاحرف. فمثلا عندنا هذا النص اه الكلمة. اي غوريتم. اقوم بتبديل اه احرف هذه الكلمة عشوائيا. مثلا اكسبها بالاكس. والتقنية الثانية. انني اقوم بتبديل الاحرف بحد ذاتها. في اللغة مثلا في اللغة الانجليزية عندنا الاحرف مرتبة بهذا الشكل. اي اف معنا مفتاح التشفير اربعة انني ساقوم بازاهة كل حرف من هذه الاحرف بمقدار اربع خانات. فحرف الاي سيصبح واحد اثنان ثناثة اربعة. سيصبح في مكان ال ا وحرف ال ب سيصبح في مكان ال اف وهكذا. اه قمت من قبل بعمل اه اشهر مثال لهذه اه التقنية هي اه شفرة قيصر. قمت انا من قبل بدراستها وعملها. ساقوم ان شاء الله في نهاية هذا الفيديو برفع اه ملف هذه الشفرة على الكتاب. تجدون الرابط في اسفل وصف الفيديو. نقوم بتجربتها. نقوم باختيار التشفير. نقوم بكتابة مثلا اي بي سي دي اي. نختار المفتاح رقم اربعة. كما تلاحظون الاي تصبح اي والبي تصبح اف وهكذا. نقوم بتجربها من جديد. مثلا كلمة حلو. باستعمال شفرة قيصر. وباستعمال المفتاح رقم اربعة. يتم تشفيرها الى هذه الكلمة. هذه هي التقنية الموجودة في الكلاسيكال انكريبشن. اما في المودرن انكريبشن فلدينا ايضا نوعا. عندنا التشفير المتماثل والغير المتماثل. التشفير المتماثل سيميتريك انكريبشن والغير متماثل السيميتريك انكريبشن. اه لنتحدث اولا عن ميزات وعيوب التشفير الكلاسيكي. ميزات التشفير الكلاسيكي سهل وغير معقد. غير مكلف ماليا او زمنيا. اما عيوبه فهو لا يدعم كل اللغات من بينها اللغة العربية. يمكن فك تشفيره بسهولة. وايضا لا يتم تشفير الارقام والحروف الخاصة. اي انه فقط يقوم بتشفير اه الاحرف. اما الحروف والارقام. او الرموز الخاصة. لا يقوم بتشفيرها ابدا. لنعود الان الى الموضر ما معنى التمثيل اه ما معنى التشفير المتماثل. التشفير متماثل معنى انه في هذه الطريقة يتم استخدام مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير. اي اننا بنفس المفتاح نستطيع ان نعمل تشفير لهذه البيانات وانا نستطيع ايضا فك التشفير عنها بواسطة هذا المفتاح. اما التشفير الغير متماثل فهو يعتمد على مفتاحين. احدهما للتشفير والاخر لفك التشفير. اي انهما مختلفان تماما. التشفير الحديث هو تشفير حديث النشأة يعتمد على مفاهيم رياضية معقدة مثل الاحتمالات نظرية العداد وغيرها. يتميز التشفير المتماثل على غير المتماثل بانه اسرع وعقل تعقيدا. الا ان تقنية التشفير الغير متماثل تعتبر افضل وعقوى. في البرنامج الخاص بنا او سنقوم بالاعتماد على تقنية التشفير المتماثل بالضبط باستخدام خوارزمية الاي اي اس. سنقوم باستخدام هذه الخوارزمية. يمكنك البحث عنها في جوجل وستجد شرح لكيفية عملها. اه ساقوم بادراج ملف هذه الخوارزمية الاي اي اس. ستجدون ايضا رابط هذه رابط هذه الخوارزمية في وصف الفيديو. ساقوم برافقهم على الكتاب. يعنينا سوف نقوم بالاعتماد عليها. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو. نلتقي في شرح جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.